السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي في الوحدة الثانية مكون الصرف والتحويل عنوان الدرس هو تصريف الفعل المعتل الناقص التدرب وأطبق أولا أضع كل فعل من الأفعال الآتية في الخانة المناسبة له في الجدول الأفعال التي لدينا هي إرمي تدنون رضية إسريا سخو تنسياني إذن هذه الأفعال الستة نضعها في الماضي المضارع أو الأمر إذن كل فعل نضعه في الخانة التي تناسبه نبدأ مع الفعل الأول إرمي إرمي هو فعل أمر إرمي إذن نضعه في الأمر تدنون هو فعل مضارع وهو من الأفعال الخمسة تدنون نضعه في المضارع نمر إلى رضياتا رضياتا هو فعل ماضي إذن نضعه في الماضي رضياتا نضعه في الماضي إسريا هو كذلك فعل أمر إذن نأمر إسريا إذن نضعه في الأمر سخو إذن سخو هو فعل في الماضي إذن نقوم بوضعه في الماضي تنسياني تنسياني في المضارع إذن نضعه في خانة المضارع وهو من الأفعال الخمسة إذن يصبح الجدول كالتالي الماضي رضياتا سخو المضارع تدنون تنسياني الأمر إرمي إسريا هذا هو الجدول الخاص بالتمرين الأول ننتقل الآن إلى ثانيا أصل الضمير بالفعل المناسب له فيما يأتي إذن لدينا أفعال على اليمين وأفعال في أقصى اليسار ثم نجد في المنتصف ضمائر إذن نقوم ب نصل إذن نصل كل فعل بالضمير الذي يناسبه نبدأ مع الأفعال التي لدينا جهة اليمين نبدأ مع خشينا خشينا الضمير الذي يناسبها هو نحن إذن نصل خشينا بنحن إبقي إذن هنا فعل أمر ونوجهه المفرد المخاطبة إبقي إذن أنت إذن نصل إبقي بأنت لدينا تسمينا إذن تسمينا نصلها بأنتنة أنتنة تسمينا يتبقى لنا يثني نصلها بضمير هو إذن هكذا نجيب على الأفعال التي تنتمي إلى العمود الأول على جهة اليمين تنخشينا نحن إبقي أنت تسمينا أنتنة نمر الآن إلى الأفعال التي تجد جهة اليسار ندعو نحن نصلها ب نحن تنهينا نصلها بأنتنة أنتنة تنهينا سعيتي أنت أنت سعيتي يرعى نصلها بهو يصبح أو تصبح الأجوبة على الشكل التالي ندعو نحن تنهينا أنتنة سعيتي أنت يرعى هو هذه هي الأجوبة المتعلقة بالتمرين الثاني نمر الآن مباشرة إلى السؤال الثالث أو التمرين الثالث أملأ الجدول بوضع كل فعل من الأفعال الآتية بعد نقل الجدول إلى دفتاري أدعو أبد أتيت مشيتن بدوتما تبقى أسعى تسمون في مكانه المناسب فيما يأتي إذن لدينا هذا الجدول مقصم إلى الماضي المضارع الأمر ولدينا ضمائر أنا هي أنتما للمذكر وأنتنا إذن نبدأ مع الفعل الأول هو أدعو إذن نضعها في الأمر للمثناء المذكر أدعو أبت أبت نضعها في الماضي هي هي أبت أتيت أنا في الماضي أنا أتيت إذن نضعها في الماضي أنا أتيت مشيتن نضعها في الماضي أنتن أنتن مشيتن بدوتما نضعها لأنتما للمذكر في الماضي أنتما بدوتما تبقى تبقى هي نضعها في هي تبقى ثم نمر إلى أسعى أنا أسعى في المضارع في الأخير تسمون أنتنة تسمون نضعها في المضارع لأنتنة ننتقل الآن إلى رابعا أحول الأفعال بين قوسين في الجمل إلى زمن المطلوب بين قوسين رب أبناءهما على احترام الآخرين الزمن المطلوب هنا هو المضارع إذن هما يربيان أبناءهما على احترام الآخر با أنتم لدينا بين قوسين سقا نحوله في الأمر نقول أنتم أسقوا النباتات أنتم أسقوا النباتات جيم نحن لدينا بين قوسين مشى في الصباح الباكر نحول الفعل مشى إلى الماضي نقول نحن مشينا في الصباح الباكر ننتقل الآن إلى خامسا وأخيرا أركب ثلاثة جمل تتضمن كل جملة فعلا معتلا ناقصا إذن ثلاثة جمل كل جملة بها فعل معتل ناقص إذن نبدأ مع الجملة الأولى نكتب يحكي الجد قصة مشوقة لأحفاده إذا الفعل المعتلا ناقص هو حكا حكا يدعو الإسلام إلى التسامح ونبذ العنف إذن يدعو فعله المعتلا ناقص هو داع إذن يدعو فعل المعت quería ناقص وفعل الأصل هو داع دنا الأسور من غصن الشجرة إن فعل المعتèn ناقص هنا هو دنا بمعنى اقترب بمعنى اقترب إذن هذه ثلاثة جمل تتضمن كل جملة فعلا معتلا ناقصا وإلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه الصفحة نترككم الآن في آمان الله وإلى اللقاء في درس قادم اشتركوا في القناة